وإلى فقرتنا الخدمية البداية باستعراض الحالة الجوية هيئة الأرصاد الجوية النهاردة بتتوقع أنه يشهد اليوم استمرار المجاة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء بلنا كم يوم عايشينها معاكم وكنا قلنا لكم الأسبوع الفاتح أنه هتستمر لمدة أسبوع كامل وكما جاء في بيان هيئة الأرصاد أنه بيسود تقص شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية مائل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدد على السواحل الشمالية متوقع اليوم أنه يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد متوقع اليوم أيضا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزرعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء تعالوا نشوف مع حضراتكم كده بيان تبصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السلايد الأول معنا القاهرة 41 كذلك العاصمة الإدارية وستة أكتوبر نفس المعدل في درجات الحرارة 41 درجة وفوق 41 هتلاقوا الشمس ساطعة جدا صورة لها جو مشمس طبعا حارب جدا نحاول نحن قادر المستطاع نتجنب الظهور في أشعة الشمس الساطعة والمباشرة السلوم 35 العالمين الجديدة 33 اسكندرية 32 نشوف معاكم الإسماعيلية 42 بناء على درجات الحرارة جدا في إسماعيلية بورس عيد 35 دميات 34 الغردقة 41 شرم الشيخ 42 السويس 41 يعي شايفين طبعا معدلات درجات الحرارة بتتراوح ما بين 42 ل41 الودي جديد النهاردة مسجلة 45 درجة رفح 33 طابة 36 المعدلات الصغرى شايفينها هون ما بين 21 ل24 في المودة الساحلية هتلاقوها ما بين 21 ل22 يعني مش بنبعد كتير بني السويس 42 الفيوم 41 سنتيكاترين 34 من الأيام اللي يعني اللي سنتيكاترين بتسجل فيها معدلات عالية جدا يعني على غير الطبيعي لكن برضو درجة الحرارة الصغرى فيها 16 لقصر 46 أسيوت 42 المينيا 42 لقصر نهاردة مسجلة أعلى درجات الحرارة في المحافظات والمدن زي ما احنا بنقول كده يعني هي وأسوان أسوان 47 حلايب 37 شلاتين 40